موسيقى السلام عليكم يقول الشاعر يعقوب الحمدوني وقد يرجى لجرح السيف برء ولا برء لما جرح اللسان جراحات السنان لها التآم ولا يلتام ما جرح اللسان وجرح السيف تدمله فيبرع ويبقى الدهر ما جرح اللسان لا ترضى لنفسك من الأصحاب إلا من طاب معشره وحسنة أخلاقه ولا نت كلمته فمثله يأتي منه الخير موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبار يقول ربنا جل ذكره فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيْظَاً محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل به وهذه الآية الكريمة شبيهة بقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ثم قال ربنا وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ الفضّ الغليظ والمراد به هاهنا غلظ الكلام وليس غلظ القلب لقوله بعد ذلك غليظ القلب أي لو كنت سيئ الكلام قاسي القلب عليهم لنفضوا عنك وتركوك ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم كما قال عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع من أخطأ إذا أراد أن يذكرهم يقول ما بال أقوام فما كان صلى الله عليه وسلم يصرح باسم من يريد لومه أو معاتبته فعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا الناصح قد يضطر أن ينصح أحيانا علانية وذلك في الأحوال التي لا يجز تأخير النصح فيها كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف ولكن ينبغي أن تكون النصيحة بحكمة ورفق فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يعلم أن مثل هذا يؤثر على نفسية المنصوح والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الجاهل والمخطئ برفق ولي يصحح خطأه ويكسب وده ويحفظ مشاعره أن تجرح فعن أنس رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عرابي فقام يبول في المسجد فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له مه مه يعني كف عن هذا ما هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله والمعنى دعوه فتركوه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصدح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ثم أمر رجلا من القوم فجاءوا بذلو من ماء فصبه عليه الحديث رواه البخاري في هذا الحديث من الحكم العظيمة ما شاء الله أن يكون يقول الإمام النووي فيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إذا إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر السائل الفقير ولا يجرحه وإن كان السائل لا يستحق المال رده ردا جميلا بكلمة طيبة فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال إن شئت ما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد لا تعني في السائل ولا تغلظ عليه القول ولوظا أن تكذبه فإما أن تعطي وإما أن تصرفه بالتي هي أحسن ويمنع إذلاله أو المن عليه حتى مع العطاء فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا منهم يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم والمنان هو الذي يمن بما أعطى إذا أحسن إلى أحد بشيء جعل يمن عليه فعلت بك كذا وفعلت بك كذا والمن من كبائر الذنوب لأن عليه هذا الوعيد الذي سمعتموه وهو مبطل للأجر لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وفي سنن أبي داود يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناجر ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ومما حثنا عليه صلى الله عليه وسلم أن نشعر بحاجة الآخرين وأن نسارع في قضائها لهم ومساعدتهم فيها دون أن نعرضهم إلى المسألة التي تجرح مشاعرهم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فقال فجعل يصرف بصاره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له الظهر الدابة يركب عليها قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل روى الحديث مسلم ومن مظاهر مراعاة الآخرين النهي عن التناجي فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي بين اثنين إذا كان الحاضرون ثلاثة مراعاة لشعور الثالث ويدخل في النهي أيضا من جهة المعنى أن يتكلم اثنان بلغة أجنبية لا يفهمها الثالث فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الثالث وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه ومن اللين والرفق مراعاة أصحاب المهن والمستويات الضعيفة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين وفي رواية لابن ماجة فإنه هو الذي ولي حره ودخانه أي طبخه قال النووي وفي هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام لا سيما في حق من صنعه أو حمله لأنه قد تتعلق به نفسه مراعاة مشاعر أصحابه والاحتياجات الخاصة أيضا هو من صور اللين والرفق فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم معن إحداد النظر إلى أصحاب العلة والمرض مراعاة لمشاعرهم وعدم إحراجهم فعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر إلى المجذومين والذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية المبتلى عندما نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلة قال أهل العلم هذا الذكر يقال سرا ولا يقال جهرا لألا يحرج صاحب العاهة والمرض أدب مطلق النهي عن سب الأموات أيضا من مظاهر الرفق والاحترام للآخرين فقد يكون الميت يستحق السب لكن له أقارب يتأذون بسبه لذلك نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مراعاة لمشاعر الأحياء من أقارب هذا الميت فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري الأموات نقصد بهم أموات المسلمين أما الكافر فلا حرمة له اللهم إلا إذا كان في سبه إيذاء للأحياء من أقاربه فحينئذ لا نسب وبالعودة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة وتصف النفوس ويعطى كل ذي حق حقه فالصغير يجب مراعاة مشاعره وذلك برحمته وإشعاره بحبه والشفقة عليه والكبير ينبغي الاهتمام به وتوقيره وإشعاره بالتوقير لكبر سنه فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسع له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ولقد راع النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم في جسده وماله وعرطه ومشاعره ومنع الإساءة إليه ولو بكلمة فقد قال صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا رواه هذا البخاري قال ابن المذر قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة مودعا بذلك أمته وقرن تحريمها إلى تحريم الدماء والأموال ثم زاد تحريم ذلك تأكيدا بإعلامه بأن تحريم ذلك كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام أفلا نتفكر يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه أنشد رحمه الله يقول تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة إذا نصحت فانصح سرا لا جهر وفي السر إن نصحت فانصح بتعريض لا بتصريح اللهم إلا أن لا يفهم المنصوح تعريضك فلا بد حينئذ من التصريح ولا تنصح أحدا على شرط قبول نصحك فإن تعديت هذه الوجوه التي ذكرناها فأنت ظالم ولست بناصح قال الفضيل بن عياض المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير هذا الذي ذكره الفضيل بن عياض من علامات النصح والفرق بين النصح والتعيير هو أن النصح يقترن به الستر والتعيير يقترن به الإعلان وكانوا يعني أقصد صالحي هذه الأمة يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه يعني على وجه التعيير وحتى على وجه العلانية ويحبون أن يكون النصح سرا فيما بين الآمر والمأمور فإن هذا من أفضل علامات النصح فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها المنصوح الفضيل بن عياض من هو؟ ترجم له الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء فقال الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام أبي علي التميمي اليربوعي الخراساني المجاور بحرم الله ولد بسمرقند وارتحل في طلب العلم عن الفضل بن موسى قال كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع الطريق بين أبي وردة وسرخس وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فلما سمعها قال بلى يا رب قد آن فرجع فآواه الليل إلى خرابة فإذا فيها سابلة يعني نأو ناس مارة فقال بعضهم نرحل وقال بعضهم لا حتى نصبح فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا قال ففكرت وقلت أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين هاهنا يخافوني والله ما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع اللهم إني قتبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام وروي عن ابن المبارك قال ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من الفضيل بن عياض وعن هارون الرشيد قال ما رأيت في العلماء أهيب من مالك ولا أورع من الفضيل وقال أبو بكر عبد الرحمن بن عفان سمعت ابن المبارك يقول لأبي مريم القاضي ما بقي في الحجاز أحد من الأبدال إلا فضيل بن عياض وقال إبراهيم بن الأشعث ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من الفضيل بن عياض كان إذا ذكر الله أو ذكر الله عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من يحضره وكان دائماً حزني شديد الفكرة ما رأيت رجلاً يريد الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها مثله كنا إذا خرجنا معه في جنازة لا يزال يعظ الناس ويذكر ويبكي كأنه مودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر فيجلس مكانه بين الموتاء من الحزن والبكاء حتى يقوم وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها رحم الله الفضيل بن عياض وألحقنا جميعاً بعباده الصالحين والآن يتينا إلى فقرة الأسئلة سائل يسأل فيقول أنا رجل كبير في السن وأنا ولله الحمد أصوم رمضان في كل سنة كاملاً وأصوم ستاً من شوال والحمد لله وهذه السنة أنا كذلك أصوم ولله الحمد ولكن فيما لو لم أستطع فما هو الواجب عمله والجواب إذا كان الواقع ما ذكرت في السؤال من كبر السن فصم ما استطعت من رمضان وما عجزت عنه وأفطرته فيجزئك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليك لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج سائل آخر يسأل فيقول هل يجوز الصيام والإنسان عليه الجنابة من الليل والجواب يصح صيام من أصبح جنباً وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من احتلام في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر ولكن لا يؤخر الغسل بحيث تفوته صلاة الفجر فهذا حرام وسائل آخر يسأل فيقول سألني شخص هل أنت صائم فأخبرته كذباً أنني مفطر فما الحكم هل بطل صومي وأصبحت مفطراً لأنني كذبت أم صومي ما زال مستمراً وينبغي علي أن لا أفطر والجواب إن الكذب ليس من المفطرات في قول جمهور أهل العلم خلافاً للإمام الأوزعي رحمه الله جاء في الحاوي للإمام الماوردي من كتب الشافعية قال فلو كذب أو اغتاب أو نم أو شتم كان آثماً مسيئاً وهو على صومه وبه قال جميع الفقهائي إلا الأوزاعي فإنه قال قد أفطر ولزمه القضاء ولكن اجتنب الكذب سيما وأنت صائم فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني الله عز وجل لا يريد من مثل هذا أن يدع طعامه وشرابه قال المراد بقوله يعني من لم يدع قول الزور قال المراد بالزور الكذب هكذا قال أهل العلم فالله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بهذا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم إن شاء الله أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة